أهلا بكم عودنا حضراتكم على الحقيقة وإن إحنا هنا دايما بننفرد نتيجة معلومات بتجيلنا من بعض الناس المخلصة اللي عايزة الشعب مصري يعرف الحقائق فبنحاول يكون برنامج حقنا كلنا منصة لتلقي المعلومات الحقيقية اللي ربما كتير من الشعب ما يعرفهاش بنكشف حضراتكم النهاردة ولأول مرة لي عبد الفتاح السيسي خد قرار بإعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام المفروض تم إعدام ستة في خلال أقل من أسبوعين ثلاثة في قضية مقتل نجل المستشار محمود المورلي وثلاثة في قضية مقتل اللوى نبيل فراج هذه الوتيرة يعني لم تحدث من قبل أن يتم تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام في خلال تعتاشر يوم كانت مستغربة جدا وكانت يعني غير مسبوقة بهذا الحجم اللي حصل حضراتكم بكل وضوح وشفافية إن في شخص ما تم استهدافه بطريق الصدفة أو بطريق الخطأ أو بحاجة معينة في تفجير الضرب الأحمر أصاب السيسي وأصاب جهاز الأمن الوطني بحالة من حاجة الجنون فكان القرار بعد وفاة هذا الشخص الذي تم قتله في تفجير الضرب الأحمر بعد 18 ساعة بالضبط تم أخذ القرار بتنفيذ حكم الإعدام وتنفس فعلا بعد 18 ساعة من وفاة هذا الشخص نوضح لحضراتكم أكثر وأكثر ونقول الساعة 10 مساء 18 فبراير يوم الاثنين مساء الاثنين حدث تفجير في الضرب الأحمر اللي قالوا في واحد اسمه الحسن 37 سنة هي أحمل الجنسية الأمريكية كان ماشي به دراجة هوائية ومجرد اقتراب مجموعة من الأمن الوطني وبتوع المباحث قام بتفجير نفسه الدخلية وقتها قالوا أن اللي تم مقتله في هذه الحادثة اتنين من أمناء الشرطة واحد أمن وطني واحد من مباحث العاصمة وفي إصابات في بعض الضباط صباح الثلاثاء توفى المقدم رامي علي هلال بوفاة المقدم رامي علي هلال إثر إصابته في هذا التفجير حصلت صدمة كبيرة جدا في جهاز الأمن الوطني بالقاهرة ليه؟ المقدم رامي علي هلال هو زي ما أطلقوا عليه في تقرير بتاعتهم هو صائد التكفريين هما بيقولوا كده وهو مسؤول الجماعات الإسلامية على مستوى محافظة القاهرة في الأمن الوطني وهو خد رغم صغر سنه ترقية استثنائية حتى وصل إلى مقدم عشان هو شارك فيه قضايا كثيرة زي قضية النائب العام وقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكري عبد العزيز ومحاولة اغتيال وزير دخلية السابق محمد إبراهيم النقطة المهمة جدا نركز مع بعض أن المقدم رامي علي هلال هو شاهد الإثبات الأول في قضية اغتيال هشام بركات السيسي وبتوع الأمن الوطني وطبعا مش هتعرف الكلام ده أو مش حدش بيقوله بانتهى الوضوح والصراحة وجدوا نفسهم فيه إشكالية كبيرة جدا تفجير يقال أن هو تفجير بالصدفة سقط فيه اتنين أمناء شرطة منهم واحد من شغال في الجهاز الأمن الوطني وبعدها إثر الجروح والإصابة بتوفى مسؤول جماعات الإسلامية على مستوى القاهرة في الأمن الوطني اللي هو بيعليصال التكفرين اللي هو جبلهم أكتر من قضية وأيضا إصابة رتبة كبيرة في مباحث القاهرة كل ده في حاجة تزمنت مع حدسة تانية أو كارسة تانية اللي هي كارسة القضاء الكامل على كمين جودة ثلاثة في العريش أو بالقرب من مطار العريش تم إبادته بالكامل طبعا كان لازم يعملوا ردة فعل عشان يشوش على الكامل فشل اللي حصل ده كمين كامل يتم استهدافه قبلها بساعات ومتحدث الرسم العسكري كمان يطلع إن هو منظره سيء جدا وكاذب إن هو قال إن فيه إصابات وقاتله واحد بس ضابط لكن تلف آخر خمستاشر تم إبادتهم بالكامل أسف وأي محاولة أو أي اشتباك حقيقي مع بتوع الأمن الوطني أو مع الشرطة غير بقى للتصفيتة بنشوفها إن هم يعودوا يقولك إحنا قتلنا فلان وقتلنا بقرة ورهبية دايما بيبقى النتيجة للأسف لصالح جماعة العنف والإرهاب بمعنى فيه لو سلمنا بصدق وصحة الكلام بتاعهم فيه أحداث كرداسة شفنا يعني تم إبادة قسم كرداسة بالأكمل وبالرتب بتاعته 13 ظابط ومأمور السجن فيه حملة الرئيس الحملة اللي هو نبيل فراج تم القضاء أو تم استشهاده تم قتله وسط جنوده في مجزرة الوحات جميع الناس تم إبادتهم فالإحساس بالصدمة أو الفشل جعلهم يعني يقوم بهذه الحالة اللي هي في الآخر كلا تدعيات من الأمم المتحدة تكلمت اتحاد الأوروب يتكلم من وصمات حقيقية كتير قوي تكلمت للتسريع الوثيرة بهذه الصورة هم عندهم زكاء عنده خضايا مبردها كبيرة جدا يعني عنده نهاردة قضية مجزرة ستاة بورسعيد وقد حكم نهائي من فبراير 2017 بلا دولتي أكتر من سنتين يعني ليه سهب على جنب عشان هو عامل خايف من حيث تردد فعال أهالي بورسعيد والقضية عارفة أن هم في الأخذوا الكبشي في هذا لكن كان لازم في قضية زي دي يدرع الفشل بتاعه كمان رامي علي هلال زابط حقيقة نابه زكي نجحته كانت كتير جدا طبعا مع اختلافي بقى وخلافي كبير في الإجرام اللي بيمرسوا الأمن الوطني ونبقوا على الأمن الوطني ولكن هو بالنسبة لهم كان الرجل الأول فعلا في يعني قضايا اللي هي العنف فمقتلوا بهذه الصورة هم ظنوا أن الانتحاري اللي فجر نفسه قام باستدراجهم وشوفنا حضرتكم الطريقة الغريبة والغبية والعجيبة اللي تم التعامل فيها مع هذا الانتحاري